داري كتمنى لكم فرجة ممتعة كسكسو داري نايخ تا داري مرحبا بكم مع شهر رمضان دائما نقلبوا على أفكار جديدة باش نديروا شربات باش نديروا أنواع ديال الحساء مختلفة رأينا خلال هذا الشهر مجموعة من الوصفات التي كانت تلديدة بزاف سوف نرجع اليوم نشوفه شربة مبين مغربية وآسيوية سوف نديروها بالحوت وتمار البحر تابوه معي سوف ندير رائعة فأنا كنت أستعمل في شربة هذه الخضر متنوعة كنت أستعمل شعرية رقيقة بتاعت الشربة اللي كنت أديره وكنت أدير الكوفيك الكالاما وطريف الحوت بيض وبالنسبة للخضر التانية فأنا اخترت ذلك اللي عندي في الضار كين عندي جلبانة كين عندي القرعة خيزو ضروري كي أعطينا الحلاوة الكرمب من الأساسيات هكا من كنكونوا ديرين شربة ما بين أسيوية ومغربية ضروري الكرمب كي أعطينا ذلك النكها ديال وذلك الطيبة اللي كتتميز الشربة اللي جيبنينا فلفلة البصلة بطبيعة الحال تكلمنا عليها عندنا ثومة هذا الشامبينيون عندي سكين جبير والعويدة القصبر في الأول الزيت في الطنجرة شفتوا معي قدرت البصلة معها العويدة القصبر مطقوقين بالإضافة لتومة محكوكة وسكين جبير محكوك خليتهم تتقلى مزيان ضفت عليهم الففلة حمرة وضفت الكرمب مقطع هذا الشيء كله خليتهم تتقلى تقريبا مدة 3-4 دقيقة لعفية مهلة ثم نزيد صلصة الحوت اسمتها نيوكمام هي صلصة أسيوية تأتي رائعة مع أي حاجة فيها الحوت الريحة حد هنا ممتازة سنزيد خيزه سنضيف القرهة ونضيف جلبانة إذا لم تكن جلبانة نضيف خضرة مقطع طريفات سنمرق الماء بالنسبة للحوت الكالامار والكروفات والسمك الأبيض سنطيبهم بوحدهم ومن ثم نضيف الخضرة سنضيف الخضرة سنضيفها سنضيفها ونضيفها ونضيفه كيف نقوم بوحدة الكروفات والكالامار والحوت أنا لدي قطعة سمك الدبدوب أخذتها وحيتها الجلد قطعتها طريفات متوسطين في الحجم لا يكون شيء كبير لا يكون شيء صغير لكي لا يفرطوا ضغيفة في الشرب قطعت الكالامار كيف نحبت صغير الكالامار قطعته دوائد وعنده هنا قليل الكروفات نضيفه ثومة زيت وضع ثومة قصفر نضيفه الزيت نضيفه قليل نضيفه قليل الزيت ونضيفه ونضيفه طريفة طريفة نضيفه نضيفه لاننا نضيفه 30 دقيقة حسنا لانه ثومة ويجمع راسو هكذا في الزيت خليت الخضرات طعبت سنضيف لهذا بشعرية كيمكن لكم ديروا هاد الشعرية هادي ولا ديروا الشعرية الصينية بحسب اللي بغيته يمكن لكم كذلك الديروا الروز إلا كان يناسبكم كتجي شربة خفيفة ما كتجي شاي عقدة ما كندوروها شاي بنشا كتجي في حال هاكذا فحال ان بوين جلديد بزاف هادي نقطعه في هاد الشامبينيون كنخليوهم هادو على فكرة هاد الشامبينيون اليابسين او للطاحاليب هادو كنخليوهم مرقدين في الماء في الول كنديرو مغير في المبارئ كنخليوه حتى كيتحلوه مش كي يزول منهم ذاك الرملاء اللي كتكون في الجدر ديالهم غادي ندير الحوت اللي شحرت بدك زويتة ديالول من السماء يعني ذاك لي سيك اللي يطلق وما غادي يعطيوه لنا الطيبة الحوت في الشوربة جي معتبرة همم غزالة ديدة وغادي نزيد هادي اختيالية كيف مقتلكم قبيلة فلفل حارة أنا شخصيا كتعجبني بزاف المقلة حارة وفلفل حارة كتعجبني بزاف المقلة تايلاندية ذاك شيريش درت الفلفل حارة إلا ما كان شاي كتعجبكم ما تديروها شاي في هاد المرحلة هادي كنحبسوه من اللي كنمغي نقدموه الشوربة نقدموها مع لصوص سوجة وكنديروه لها ورقات ديال القصبر من الفوق بالنسبة للملوحة أنا مدرتش الملح لانا نيوك مام داك لصوص ديال الحوت اللي درت في الأول فوق من العناصر الأولى اللي قليت هاديك مالحة بما في الكفاية فهم الأحسن وعد لصوص سوجة اللي غدي نسربوها مع الشوربة هي اللي كتتتعمل عواط الملحة سافي هكدا كنكون وصلنا للنهاية ديال الوصفة غنغطى إليها نخليها غلي تتغلى واحد جوج حتى ثلاث دقائق حتى تطيب ذاك الشعرية وذاك العناصر كلها كتتلق في بعضها وانطفائليها والوقيت اللي غدي نبغي نقدمها كيف ما قلت ما كان سوجة نقدموها مع ورقات ديال القصبر ولصوص سوجة شربة خفيفة لديدة ومغدية مليئة بالنكهات كيمكن لكم تدروها في رمضان وحتى في الأيام الأخرى حنا في هذا الشهر حاولنا نقدمو لكم أشياء مختلفة والشربات متنوعة ركزت بزاف على أنه يكون المكون الأساسي هو الخضراء أحيانا ندرنا الخضراء مع القطنية فكانتمنى أنهم تحتفظوا بهم وتبقوا كل مرة تجربوهم أنا شخصيا كيجبني بزاف ناخد كوجبة خفيفة فلاشة شربة فإن شاء الله نعود ونقدمو لكم وصفات أخرى ديال الشربات متنوعة كيف ما قلت وصلت النهاية ديال الحلقة كانتمنى لكم شي طيبة وكانتمنى خصوصا أنكم تجربوا شربة ديالك اليوم إلى اللقاء اشتركوا في القناة